السلام عليكم اول حاجة نعمله هنصلي على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم اللهم امين يا رب العالمين وندعي كده اللهم مشرح ليه صدري ويسر ليه امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم امين يا رب العالمين النهاردة هنعمل روتين كده حلو قوي هنخزن طماطم نسبكها ونحطها في الفريزر وهنعمل ايه تاني وهنعمل اكلة خفيفة كده انا نزلت كده اخر النهار يا جماعة السوق على الساعة 7 كده كانوا بيجيبوا الحاجة اللي هي هيبعوها بكرة يعني بيجيبوا بالليل الخضار اللي هم هيبعوه الصبح بيبقى طازة ففي واحدة انا بعمله عنده بتاع الخضار عارفني يعني بيديني ايه الحاجة حلوة فاروحت له كده قولت له انا عايزة كمية كده من القوطة تكون نديفة قال لي هديكي الكيلو باثنين ونص طبعا فرصة انا سأل على القوطة بتمانية جنيه وبسبعة جنيه فقولت له لا انا عايزة كده كمية جبت عشرين كيلو بسم الله ما شاء الله كده زي ما انتم شايفين كل شنطة فيها خمسة كيلو اخسرهم كده كلهم لازم يا جماعة تبقوا عارفين كده واحد عند بتاع الخضار بتعمله معاه عند بتاع اللحمة عند بتاع الفراخ لازم يبقى فيه سكة مش اي حد نجيب منه يعني هو واحد بس اللي احنا بنعمله بتاع لحمة بنشتري منه لحمة واحد برضو بس اللي انا بعمله في الفراخ كده يا جماعة مش اي حد نشتري منه ونجيب الحاجة نلاقيها بايزة حرامة حرامة علينا كده وخسارة يعني طبعا الحاجة كلها يعني غالية زي ما انتم عارفين وما ينفعش نجيبها كده ونرميها بعد ما نجيبها لا يا جماعة حرام لازم كده زي ما قلتلكم ان نبقى عارفين اللي احنا بنشتري منه جبتي التماثم كده وقطعتها وحطيتها هو في الحلال على البتو جاز زي ما انتم شايفين كده اسبكها ما بص ما خلتش مني وقت انا عطول حطيتها في الحلال غسلتها ودي بقيتها حطيت غسلتها نقيت الجامدة منها غسلتها وهسيبها كده تنشف على قمشة نظيفة والمية اللي فيها كلها تنشف من عليها عشان ما تعمل ليش تلجة ما حطها في الفريزة زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله تصدوا ان داك كيلو باتنين ونص انا جبت عشرين كيلو بخمسين جنيه جبت كده الطماطم هنحط في كل حلة شوية مية صغيرين خالص ونصيحتي لكم ما تحطوش مية خالص بس انا عشان الحلال دي استلس خفت اللي هي ايه تتحرق على طول لكن الطماطم هتنزل كل المية بتاعتها هتشوفوا معي دلوقتي في الحل بس انا قلتلكم عشان الحلال دي استلس بس هحطيت مية زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله تغلي معي هاي ليه بقى انا بغليها بعمل الخطوة دي علشان انا عندي السكينة بتاعت الكبة برد خالص ما بتخلط القوطة بيبقى فيها القشر بتاعها باين كده لازم اصفيها فانا بخدها كده وهي صخنة على الكبة على طول زي ما انتم شايفين كده معي وايه هخلطها كده على طول وهي صخنة ما بتعملش معي بقى قشر ولا اي حاجة ولا اضطر اللي انا صفيها وعندنا كده في الخلط طبعا لو انتم عندكم خلط في فتحة في غطة الخلط من فوق تقدروا تشلوها والبخار يطلع من من جو وانا فتحة الغطة بتاع الكبة كده من الجنب عشان البخار الجوه طبعا انا رسة منزلها من العربة جايز ماينفعش نقف للغطة يا جماعة تبوز الدنيا معينا لازم افتح الغطة كده زي ما انتم شايفين يطلع البخار من السخونية بتاعت الطماطة وهضربها كده كويس كلها زي ما انتم شايفين كده نتشجع كده طبعا النهاردة تعبت هرتاح لي شهر شهرين على ما الكمية اللي عندي تخلص وانا يعني هي الطماطم غالية هوا جبناها رخيصة الحمد لله انا بقى لي فترة عايزة اشتريها وكلها من منزل الاقيها مش عاجبان والغالية برضو مش عاجبان وطبعا انا وجبت يعني تخيل لو جبت عشرين كيلو بسبعة جنيه او بتمانية جنيه لا الحمد لله اللي انا جبتها بالسعر دوت يعني وزا ما قلت لكم كده لازم تبقى عارفين واحد بتعملوه على طول عشان يدوكم حاجة نظيفة ما خدتش وقت خالص وانا بعملها زي ما انتم شايفين كده اتخلطت معي بصوا عاملة ازاي خلصتها كلها هوا ما خدتش وقت وهي سخنة كده وهسيبها تبرد براحتها ما ينفعش عبيها في الكياس وهي سخنة هبوز مننا وخسارة يعني عالتعب اللي احنا نعمله كده هوت لازم ايه تبرد خالص عشان يعرف نعبيها زي ما انتم شفتوا معي كده جوز اللي باركل وطلبت منه اكياس جاب لي كده ايه بكتتين من دول بتقعد عندي فترة طويلة يعني بالسنة وبصراحة احسن من اللي احنا نجيبه مثلا كم كيس كده لا ده ده بيقعد عندي فترة زي ما انتم شايفين كده معي طلعت الكده للاكياس بتاعتي هجيت طبقة بقى حط فيه الكيس عشان اعرف عبي الصالصة الصالصة انا جيت مروحها هي جنبي وشغلتها عليها عشان تبرد خالص ما شلهاش سخنة لو شلتها سخنة يا جماعة حتى لو دافية هتعمل ريحة وهتبوز مننا لما ليجي نطلحها وتفك هنلاقيها ريحتها زي فيها حمضانة كده مش عايز اقولي الكلمة دي بس فعلا انا جربتها قبل كده شفتها دافية شوية بازت مني زي ما انتم شايفين كده اسمنا الكيس من فوق عشان يبقى سهل علينا في الربط ما فيش اسهل من كده يا جماعة لازم نتشجع كده ونتعب النهار ده عشان نرتاح بكرة ما فيش طبعا حاجة بالساهل وانحنا برضو لازم ايه نمشي امورنا كده ما يكونش مثلا ان الطماطم غالية بسبعة جنيب تمانية جنيب عشرة جنيه وهروح اجيب كمية لا حراو فطبعا ننتهز اي فرصة كده ان هي رخيصة وننزل كده نشوف اي حد بنعمله او حد عارفنا بنجيب من عنده على طول ونجيب كمية بقى حلوة وتنفعنا كده ان شاء الله ونشيلها في الفرزة زي ما هتشوفه معي دلوقتي انا بقى طبعا الربطة دي بتاعتي المعتادة في الكياس واسهل عليا فانا عبيتهم كده كلهم بسم الله ما شاء الله ما خدوش معي وقت خالص هو الوقت اللي انا سبته اللي هما على ما سبت الصلصة تبرد عشان ما ينفعش عبيها ويا سخنة زي ما قلتلكم الكياس الكبيرة دي طبعا عشان صلصة المكارونة هعمل محشي والكياس الزغيرة دي عشان يتطبيخ العادي تاني يوم بقى خدت من الصلصة بقى ما عملتش ما عتعبتش نفسي ولا جبت نزلت جبت طماطم ولا ضربتها ولا الكلام ده كله روح اجبت كده اربع اوراك وبعمل لهم ايه بقى تعالى تفرجوا بقى معي على صانية البطاطس دي ان شاء الله هتعجبكم هتعملوها على طول وتدعو لي باجيب بصل كده بشرق وهحط عليه ملح وفلفل وادعكم كويس باجيب الوراك كده وايه وهجيب ستينة وفتحهم كده زي ما انتم شايفين معي الفتحات دينا اللي عاملها هجيب بقى البصل اللي انا حطيت عليه ملح وفلفل وادعكم كويس واحطه كده بين الجلد واللحم بتاع الاوراك بيديها طعم كا انها ما شوية جربوها وان شاء الله هتعجبكم تبلتهم كلهم يا جماعة وحطيتهم في الصانية مش عايز اطول عليكم وبعد كده جبت ملح وفلفل اصمر وشطة ورق لورا واتنين الحبهين دي السلسل اللي احنا عملناها هون جبت كيسم الفريزر على طول ولا هتعجب نفسي بقى ما خدتش نص ساعة ولا يعني غسلت الفراخ وكل ده ما خدتش نص ساعة في المطبخ واقل والله كمان حطيت التوابل دي تقلبتها كويس مع الصلسة الصلسة مركزة وتقيلة ولا مزودها ميا ولا اي حاجة يعني شوفوا كمية دي كس صغير هحط شوية مزيد بقى على الصلسة واقلبهم كويس كس صغير كده يعني بسم الله ما شاء الله عشان ايه مش مزودها ميا ولا حاجة يا جماعة احنا كده بقول لكم كده تشجعوا وشوفوا لو الطموتي مرخصة اليوم من دول نزلوا جبلكوا كده كمية اهو نزلت كده بالصلسة اهو زي ما انتم شايفين كده على البطاطس والوراك الوراك حطاها من تحت عشان ايه تستوي كويس مع اني ما فيش مشكلة حطاها من تحت ولا حطاها من فوق بس انا بحب حطاها من تحت وبعد كده هتلحها على الوش تاخد لها لون كده هتشوفوا معي فوصوا بقى كده وانا بقلي بالصانية عشان الصلسة كلها تخشي ببعد لقيتها لفة لفة كده يلا عشان تحطوا اشتراكوا بلايك ما تنسونيش هجيب الوراك الفويل دوت وحطها بقى ايه اغطيها كده من فوق زي ما انتم شايفين معي كده من اه ليه بقى علشان تستوي كويس من جوة وعشان تاني حاجة ما ببهدليش الفرن حطتها في الفرن كده زي ما انتم شايفين هسيبها بقى ساعة هسيبها براحتها في الفرن علرف اللي تحت يا جماعة حطيتها قدامكم علرف اللي في النص بس هي المفروض تتحطي علرف اللي تحت واول ما انلاقي الصلسة تشربت انتلاحها فوق تحت الشواية تاخد لها وش كده وعملت جنبها زي ما انتم شايفين كده رزي بشعرية وبسم الله ما شاء الله يارب الفيديو يكون عجبكم والسلام عليكم ورحمة ورحمة ورحمة